اهلا 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 ازايكم يا حلوين يارب تكونوا كويسين لو بتفكر يتشدي بشرتك سواء وشك او اي منطقة في جسمك لكن خايفة من لجوء للعمليات او الميزانية مش سمحة يبقى حظك حلو انك فتحتي الفيديو ده انا هقولك الخطوات المجربة بالضبط اللي ترجع بشرتك لجمالها وحيويتها وتصغارك 10 سنين وعن تجربة محدش بيديني سني الحقيقي بس الاول تصلي على الحبيب ونضغط لايك وشير لو حبت تهدي حبيبك حاجة تنفعهم وتحل مشكلتهم ونعمل اشتراك وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي انه فعليك وان شاء الله هنعمل مع بعض كريم هنستخدمه كماسك للبشرة وهقولك الفرق بين المادة اللي هنستخدمها في الماسك او الكريم ده سواء كانت اصلية او مخشوشة هنستخدم مع بعض اساس الوصفة هو لبان اتذكر مفيد جدا بس اللي عنده حساسية من لبان اتذكر يتجنبه تماما فيه مادة اسمها اي كي بي اي المادة دي بتقي من السرطان والبان اتذكر كمان بيحتوي على الكورتيزون الطبيعي والكورتيزون هام جدا للجلد وللبشرة عموما لأي بشرة وخصوصا للبشرة الملتهبة وللبشرة اللي هي جلدها متراهية بيشد البشرة بس لازم نكون متأكدين ان لما نشتريه من العطار يكون عطار سكه لان فيه حاجات تانية مشابه للبان اتذكر وده اللي بيبقى بقى التقليد او يعني حاجة مش مزبوطة العطار بيديها لك عازي بيها وخلاص حاجة اسمها المرة او السامغ العربي طب احنا نعرف ازاي ان هو ده لبان اتذكر مش المرة ولا السامغ العربي ان من مواصفات لبان اتذكر ان الحباية بتكون مصمطة ومش شفافة ولما تنقعيه كمان احنا لما ننقعه في المية بيخلي لون المية ابيض زي الحليب ولو كان اي حاجة تاني غير لبان اتذكر هيطلع لون المية شفاف ما فيهاش لون الابيض اللي زي الحليب ده ده بيكون ده لبان اتذكر الصح نشوف بقى الوصفة بتتعامل ازاي معلقة كبيرة من لبان اتذكر هنزل به في نص كوب من الماء المغلي يعني كوباية يكون فيها مية تكوني غالتيها وتحطي نص كوباية ده مية مغلية وتنزلها عليها بمعلقة لبان اتذكر ده وتسيبيه حوالي من 12 ل 15 ساعة ممكن تبقى يتيه لتاني يوم مش مشكلة يعني يتغطى وتسيبيه وهيكون بالشكل ده اللي احنا شايفينه طبعا نقعها قبلها بيوم علشان اوريه لكم ماه جاهز طفيته وبقى لونه ابيض كده هجيب اتنين معا كبيرة من النشا واخلط كويس هياخدوا وقت شوية بس المهم انهم يختلطوا تمام ده بقى هايل في شد البشرة اللي عندها ترهول في بشرتها بتستخدمه ان شاء الله هيجيب نتيجة معاها خلاص كده مافيش تكتلات في الوقت ده هروح على البوتجاز واشغل اقل شعلة فيه واهدي النار خالص وقالف فيه لغاية ما تحسي انه بدأ يتقل في ايدك شوية ما تسبيهوش لغاية ما يبقى سميك زي المهلبية ويكون جامد لا احنا عايزين يكون ليكوت شوية عشان يكون كريم زي ملمس اي كريم عادي واللي حيخليه جامد زي المهلبية ان ايدك مش فيه ومش بتقلبي وكمان لو النار عالية ولما القوام تحسي انه بقى مناسب وليكوت زي ما احنا عايزين زي الكريم تطفي عليه خلاص كده ما كاملش معايا خمس دقائق على نارها دي حاجة بسيطة جدا ورخيصة ولكن فيديته عالية جدا ويستحق التجربة شايفين اللي لسه نقعها دلوقت ده بدأ اللون يكون ابيض ولما تسبيه اكتر حيكون زي اللبن الحليق وده شكله النهائي تحطيه في اي عبوة فاضية ونضيفة عندك اهو كريم اهو زي ما احنا شايفين زي اي كريم بس الفرق ان احنا هنحطه كمسك مش كريم اهو هفرده على البشرة لغاية لما البشرة تتشربه وتمتصه هتحطيه على المنطقة اللي انتي محتاجة انها تتشد طبعا ده مش للبشرة الواكهة بس لا ده لاي مكان او منطقة في الجسم حسيتي انها مترهلة وعايز انها تتشد وترجع زي الاول هنسيب المسك على البشرة المراد شدها او المكان اللي انتي محتاجة انه هو تتحط عليه المسك ده وتفريديه زي ما انا ما عملت كده هنسيبه على المكان من تلت لنص ساعة وبعدها هتخسلي المكان كويس قوي وتمشي عليه مكعب من التلج علشان يقفل المسام وبعدها هترتب المكان او وشك يعني بشرتك بمرتب اي مرتب عندك تمام والمسك ده هتعمليه تلت مرات اسبوعيا هيفيدك فايدة عظيمة ان شاء الله وعموما الوصفة دي مش من اختراعي انا شفتها وجربتها وعجبتني والنتيجة كويسة جدا بس اي وصفة تعمليها لازم تدومي عليها علشان النتيجة المتوقعة تلاقيها وعموما اي وصفة بعملها هنا في القناة لازم اكون متأكدة من نجاحها الاول لاني بجربها على نفسي وما حبش ان انا اضر اي حد وكمان علشان تكونوا معايا وتعرفوني اكتر وتعرفوا اسلوب حياتي او اهتمامات لاني بعتبركم عيلتي التانية لازم تحفظوه في التلاجة لو الجو حر لان ما فيهوش مواد حافظة او كيمويات ودي حاجة طبيعية يارب اكون افدتكم بفيديو بتاعي النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وتعملي شير لو حبت فيدي حد من حبيبك او قريبك او اخواتك او بناتك